يعني شايفها الهم اللي انت متخيله ده كله وكل اعباء وفطورة شهر رمضان اللي على كتافها وهي كمان موظفة بتروح شغل الصبح فحتوفق ازاي ما بين طاعة وما بين وظيفة وما بين بيت وما بين طلبات اولاد ولا وخد بقى اضيف كمان لها طلبات المدارس اللي اولادها في درسوا اللي محتاجين اللي في امتحانات واللي يود المدارس واللي يجيب من المدارس واللي يستنى قدام المدرسة خارقات نساء خارقات يعني بجد شيء غير طبيعي ومعدين في الاخر يقولك ايه انتو الحياة منحزين للمرأة اوي منحزين للمرأة ايه ده حضرتك ده احنا من غير المرأة نبقى ضحايا احنا من غير المرأة ولا كنا نعرف لان نصوم بس عشان حضرتك ايه يحرصين علينا اكل وشرب ونظافة وتعليم وتربية ومعيلة كمان ايه ده ايه جماعة ده انتو اخذ بالك من الكلام اللي بقوله ده الكلام ده يعني انا مش بكلم في وهم مش بكلم في عنا كوكب تاني دي المرأة المرأة اللي دفعت فطورة سهر رمضان بلحمها ودمها وعصبها وعقلها ووقتها الله اكبر عليكم عليكم يا نساء مصر ربنا سبحانه وتعالى يحفظ كن ويكرم كن ويغفر لكن ويرزق كل امرأة خيرا ما بعده خير وفضلا ما بعده فضلا شكرا